السلام عليكم و أهلاً فيكم في فيديو جديد معكم LiOS 14.5 النسخة التجربية الأولى الثانية كيف حركة جديدة أبل صوتها متعودين معها من LiOS 14 من نزل النسخة النهائية مرتين تغير فيها أشياء فالنسخة التجربية الأولى الثانية يعني مش البيت الثاني دي لا الأولى لكن الأولى نزلتها بدأت الأسبوع ونزلت الثاني أولى نهاية الأسبوع كذا الريدي الآن ترى أولى دي يعني فلا توقعون فيه تغيير في أداء الجهاز وكل شيء نفسه لكن فيه تحسينات في بعض الأشياء والأغلاط وراح تكلم لكم برضو عن بعض الميزات اللي ما تكلمت لكم عنها في النسخة التجربية الأولى تكلم لكم من الـ 5G راح يشتغل هنا على الشريحتين تكلم لكم عن أشياء ثانية لكن هنا نتكلم لكم عن أشياء ثانية برضو غير اللي تكلمنا عنهم قبل كبداية البلد نمبر في النسخة التجربية الأولى الأولى كان نهاية البلد نمبر عندنا J فنحسبها الـ J وين وين الـ A إذا قربنا الحق الـ A و للـ B عرفنا قربنا الحق النسخة النهاية يتعزل الحق الكل المهم نزلوا النسخة حين التجربية الثانية الأولى صار K فبعدنا أكثر برضو ننتظر نشوف قدام أحين البلد نمبر نفس اللي هناك لكن هنا مثل ما قلت لكم في النهاية K بس والمود انفرموير نفس المود انفرموير فأشخاص اللي بواجهوا مشاكل في النسخة التجربية الأولى في النسخة التجربية الأولى الثانية ذي ماذا يسميها نفس المشاكل ما راح يتغير عندكم شي فأنتكلم لكم عن بعض الميزات اللي موجودة برضو في الأولى لكن اكتشفناها بعض الأيام لقدام كبداية في الوذر أو برنامج الطقس لو نفتح الطقس لحق بعض الدول عندنا موجودة هنا بعض الأماكن حتى عندنا في أمريكا هنا يطلع لك هنا يصبح مثلا عندك مطر وشي يطلع لك بالساعات أو بالدقائق برضو كيف المطر راح يجي أو زي سكيل يطلع لك هنا وينزل نزلوها حين تقريبا في برضو بريطانيا تطلع عندهم دي الحركة بعض المناطق هذا ميزة ميزات يعتبر وبرضو في بعض الشركات عندنا في أمريكا هنا ما أدري هل في جميع الدول ولا لا إذا خشيت هنا خشيت لحق 5G يجي لك هنا خيار تحت الستاندالون 5G أتوقع بعض الأشخاص يعرفون خلصنا أشخاص يعرفون فل أكتف وستاندالون فيطلع لك الخيار هنا أنا على AT&T في أمريكا ما أطلعت عندي تقريبا بس تيموبل فيه خيار هنا يطلع لك تقدر تطفي وتشغله على حسب مزود يعني عندك ولو نشوف برضو ونخشي نشعرات وننزل آخر شي تحت بعض الدول عندهم هنا في أمريكا موجود عندنا تقريبا سمعت فالوز ديليفر موجودة هنا مثل ما نشوف تنبيه الطوارئ لحق المنطقي حقيتك لصار فيك شيء لشيء شرطة ترسل لك رسالة فموجود هنا قلطة في وتشغلها هذا خيار من الخيارات الموجودة في وز ديليفر هنا في بعض الأشياء برضو ميزات في برنامج الميزيك وتكلمت عنها من قبل لكن نزيد لكم هنا شوي أنا ما أستخدم الرمج الميزيك بما أقبل لكن فيه خيار هناك حين في برنامج الميزيك برضو أنك على الألبوم الجديد في المكتبة فيه خيار جديد لحق النيو ميد وفيه برضو خيار في الألبوم نفسه لفتحت الألبوم مثلا لحق الأغاني اللي عندك تنزل نهاية تحت راح تشوف نفس الألبوم متى نزله في السوق وبرضو خيار من الخيارات توقع موجود في اليوتيوب ميزيك أنك لشقلت أي شيء وطفيته هنا حركة إذا كان ميزيك نفسه طويل مثل ما نشوف يتحرك فكانت موجودة من الأيوز 14 من قبل فالأبل ميزيك وقفت حين رجعت حق الألميزك أنه صار الألبوم طويل يتحرك عندك كده بس هذا خيار من خياراتي نقال يعني متحسين يعني في الـ iOS 14 بوينت فايف برضو في البرنامج الأخبار لأشخاص اللي يستخدمون برنامج الأخبار الأخبال لا مو بالأخبال برنامج الأخبار حق أبل أنا بالنسبة لي ما استخدمه وحاذفة فلو نخش هنا برنامج أوريكم بس شكلة هذا هو البرنامج في خيار من الخيارات حين يكون موجود عندكم تحت بالسكشن الاتحة هنا صار سكشن جريد أو خيار جريد لحق البحث في الـ iOS 14 اللي عندك بـ 14.3 ولا في 14.4 ما عندكم بخيار بحث الآن موجود خيار بحث لو نروح حق أبل مابس مش جوجل مابس لا أبل مابس وقع ما ندري هل تعملت في بعض الدول ولا في دول الخليج يعني فيه تغيير خفيف في نفس خرايط أبل لو نتكلم عنها فلو نشوف معاك ما الآن في الخرايط هذا خيار الخرايط لكن إذا سحبنا فوق راح نشوف هنا اختيار المحررين لو نسحب هنا هذا في النسخة العادية اللي موجود لحق الكل الآن وهذا في الـ iOS 14.5 مش موجود الخيار اختيار المحررين في النسخة العادية اللي عندكم لكن في الـ Beta موجود هذا في خيار جريد موجود أحين هنا برضو لو بتروح حق مكان مثلاً اتجاه لحق هذا المكان نختار أي مكان برضو هنا اتجاه برضو نشوف خيار جريد مثل ما نشوف عندكم هنا لا صرت بـ Cancel خريطة خلاص مثلاً أنا مطفي الشاشة أكثر الوقت أنا سألت خريطة بلو مطفي الشاشة كده أبي وقف الخريطة الآن صار الـ Step جريد في الـ Beta الجريد أنك ما تقدر توقفها ما تسوي إنهاء لازم تسحب الشاشة الفوق وتضغط إنهاء هنا في النسخة الغديمة أو اللي موجودة عندكم إنهاء على طول يكون هنا إنهاء موجود مثل ما نشوف فقط فهذا الخيار أو التغيير في النسخة هذه ولو نشوف برضو الساعة منبه من فوق في التغيير لو نضغط عليه هنا التغيير نشوف المنبه عندنا في النسخة الغديمة لو ضغطنا هنا وبنحط هذا وقت النوم مش المنبه اعتبر لو بنضغط عليه في نفس الحركة نفتح الساعة بنضغط على تحرير هنا تشقيل لازم نشقله كل شي بس لو بننم نفرض أن نشقله وخلصنا نشوف الخيار هنا عندنا خيار تحت نضيفه في النسخة الجديدة الآن نستطيع أن نضيفه على طول الخيار هذا للصحة مثل ما نشوف هنا ما موجود لازم تفتح برنامج صحتي وضيفه برضو تكلمتكم من نسخة التجربية الأولى هذا الأولى الثاني مهم نفس الحركة يعني أن تستطيع تفتح الجوال الآن وتلابس ماسك بساعة أبل وبعض الأشخاص قالوا لك كيف العكس لازم قلت لكم أنه برضو ساعة أبل وصلت مثلا فاصخ الساعة وتوك لابسها تكون مقفلة لازم تحط رقم السري لا الآن تقدر أو موجودة من زمن ذلك الحركة من أبل واتش تريا وما نزلت أنك مثل ما نشوف الساعة إلى الآن مقفلة فإذا فتحت الجوال رح تفتح عندي الساعة هنا مثل ما نشوف الساعة فتحتها حين كيف أن فتحتها بالجوال لكن الحركة الحلو موجودة الحين في البيتا هذا أنه رح يجيك شعار يقول لك أنك ترى فتحت الساعة بالجوال مثل ما نشوف حين مرة ثانية مقفلة الساعة نطفيها نرجع نفتحها تفتح الساعة رح يجيك الشعار حين هنا مثل ما نشوف تم فتح قفل الساعة بالحركة هذه وفتحت الساعة فالشعار هذا جريد الآن على البيتا هذه وبرضو خلفيات أو أشياء جديدة صارت في بعض الخلفيات ومنها خلفية توقع المستكشف هنا أشياء خبية التعديلات خبية هنا وبرضو ارمز ايد أشخاص اللي عندهم ساعة ارمز اللي بألف وبألفين عندكم خلفيات تعديلات خبية هنا وبرضو في الكود هذا أو في الكودين يعني بعض الأشخاص افتحوا الملف هذه لحق البيتا وحصلوا نفس الكودين تكلمون أنه خلفيات جريدة لحق الجوال فللأسف لا أشعر أن خلفيات الآن لحق الجوال هنا موجودة لكن في البيتا نفسها في الكودين أو في الملف موجود أن تكلمون لحق شي جريد فهل أبو ستنزل خلفيات جريدة لحق الآيفونات هذه الموجودة أو على السوكتير هذا لا أتوقع أنها ستنزل خلفيات جريدة لحق الجهزة جريدة فالiOS 14.5 سينزل مع الآيفونات الجريد فالآيفونات يكون عندها خلفيات جريدة فأتوقع أنها ستنزل خلفيات جريدة يمكن آيفون SE 3 مثلا يمكن ما ندري يمكن في أبريل في مارج يمكن يمكن آيفون جريد أو لازم الخلفيات قبل عودتنا أحيانا تحت خلفيات لا أقول لكم في بيتا أو النسخ العادية لكن أكثر لوقات أنها ستنزل الخلفيات مع جهاز جريد فننتظر البيتا الثاني الحقيقي لحق laOS 14.5 ونرى هل ستنزل شيء في خلفيات أو لا وأكثر روكت أبو أنها ستنزل الخلفيات لأنها ستنزل جريدة مهم أنها تتكلمت أبو أنها ستنزل إلى الآن ما شبناها فأتوقعنا أنها مجهزة جهاز جريد وتنزل وبرضه عندما نتكلم عن الأكواد داخل النظام بعض الأشخاص رأيقونات تحديث البيت والأيربوت فأبو معدل الأشكال هذه كل الأيقونات الجديدة موجودة في الأكواد لحق النسخة هالي بس في بعض الأشخاص يقول لك لماذا أبو صوت الحركة لماذا أبو نزلت نسخة جديدة وهي النسخة الأولى فبعض الأشخاص يقول لك أنها في مشاكل في برامج Microsoft الورد والإكسل والتيمز أنا بالنسبة لي لا أستخدم الورد والإكسل لكن سمعت أن يقولون في بعض المشاكل هناك فقبل ما أحدث لحق النسخة الثانية بعض الأشخاص يقول لك أن النسخة الأولى هي النسخة الجريبية الأولى الأولى كانت فيها مشاكل واجههم مشاكل فتحتهم عادي عندي وشغالين وحدثت للجهاز وفتحتهم برد مرة ثانية وشغالين ما فيهم أي شيء فهذا بعض الأشخاص لكن بعض الأشخاص يواجههم مشاكل في برنامج PlayStation أنا حملت البرنامج معني ما أستخدم PlayStation لكن حملت البرنامج لشي أنا أوريكم وبرضو صح في مشاكل أنه ما يفتح مثل ما أشوف PS5 هذا البرنامج ما يفتح فعلى البيتة الآن إلى الآن PS5 ما يفتح بعض الأحيان يكون المشكلة من البرنامج بعض الأحيان يكون المشكلة من التحريف وبرضو بعض الأحيان يكون المشكلة من التحريف نفسه لكن المبرمج يحدث البرنامج لكي أعدله فما ندري الآن هل PlayStation تحدث البرنامج لكي أعد شكل مع النسخة هذه أو لازم النسخة هذه يمكن يشتغل معها في البيتة الثانية مثلا تعدل نشوف قدام بس ما ودي أتكلم عن سرعة الجهاز والمعالج والأشياء هذه لأنه ما في فرق بينها بالنسخة الأولى كبطارية والأشياء هذه كلها ممتازمة في شيء أنا إلى الآن عندي مشكلة برضو في الميكسيف توقع تعرفون الحركة لكي حطيت الميكسيف كذا يطلع لك الاشعار والحركة اللي تطلع لك فوق أو هنا ما يطلع لك العادي في الشحن بالويرلس أو شحن الجوال للأسف هذه الحركة لم تطلع لدي في البيتا فأنتمنى أبر لتعدلها ونرى لأنه لا أدري ما السالفة فلو أوريكم الآن نفس الحركة هذه من أسف على الأشياء اللي ترونها حين لكن مثل ما نرى هذا الجوال مسكر فالأصل كان يطلع لك هذا اللي يفتر هنا لكن يطلع لك بالشكل العادي كأنك قاعدت شحن جوال بالكيبل أو بالشحن ويرلس طبيعي فالأصل ما يطلع لدي الحركة يطلع لدي الشكل الدائرة اللي تشوفونها عندكم الجنب هنا مثلا نرى نرى إن شاء الله ستعدل هذه المشكلة بس طيب بعض الأشخاص يسألوني متى رح تنزل النسخة هذه مع أنهم لم ترى الفيديو لكن أنا تكلمت في الفيديو وأتعب وأقول متى رح ينزل الأشياء بعض الأشخاص يأتي يسألني متى رح ينزل النسخة نصها نهايتها أبو الله أتوقع أنها سيكون عندها مؤتمر هنا ستنزل فيه أجهزة جديدة أو مؤتمر شهر القادم أو بدون أي مؤتمر فجأة تحدث الموقع تنزل لك iPad جديد تحدث الموقع تنزل لك AirBots جديدة تحدث الموقع تنزل لك iPhone SE جديد كل شيء متوقع من أبو الله تحدث الموقع تنزل لك AirTag ممكن لماذا لا فعلى الشهر القادم إن شاء الله نص الشهر القادم على نهاية الشهر القادم يعني مثل ما نشوف حول شعبان مثل ما نشوف مطلع عندنا هنا نشوف إن شاء الله شي جديد ونشوف هذا السوفتير ينزل حق الكل بس ففي نهاية الفيديو وتنسوني اشتراك في الغناة واشتراك في حسابي سناب شات تشري فضبطكم وعمل لك المقطع ولا شهر المقطع ولا تنسوني فضل دعاكم والسلام عليكم